صلاتكم في المساجد خرطي قناظركم واللحي خرطي ما شاء الله خرطي أي من تعكم خرطي تم مجتمع خامج محال تكونوا مسلمين مسلمين وي مسلمين اللا ضبر المسلم عمره ليكون رخيص من الدلول ويقبل الدلول الرخص ما تنسوش الدين الواحيد اللي من البعث ثلاثين سنان بعد احتل نص العالم فالدين هذا ما يعرفش الرخص الدين هذا ما يعرفش يدي الكف الدين هذا يدفع عن حقوقه ويدفع على العدل على بلكم الشعب اللي ما يدفعش على العدل وعلى الحق انتعوه حتى على الحق انتعوه اللي تكلقوا دامه لأنه الحقوق والقوانين قدرناها باش تنظم المجتمع وتكون هناك عادلة فالدين كي ما تدفعش على القانون وعلى العدلة أي ما أسمنا انك تدخل انتعوه تحت الطغيان والظلم والاسكلاباش لازم نفتحه عينينا نحبسه الكاشيات والزطلة والمشاكل هذي ونخمهه ربع دقائق كل واحد يطرح على نفسه سؤال واحد علاش انا حياتي هكذا هل انا لا تصلح والله عندي قيادة لا تصلح والله ربي خلقني في بلصة لا تصلح ما تشوفوش المصالح اليوم طيرت بيدون زيت تروح فرحان بصح عفست صاحبك وشيخ كبير مكفر قدامك وشيخ كبير مكفر وشيخ كبير مكفر وشيخ كبير مكفر ثلاث دقيقة هذه لا يوجد خلافة نخرف فيها حتى يتحدث هذه الناس لديهم فعلا من ناحية أخلاقنا نظر على الناس من أخلاقنا حتى يجي شيخ كبير يخرف لك نعطيهه لا نطبع أنا في عملي 50 سنة مع الشيخ عنده 70 سنة ومن 20 سنة لا نطبع معي تقدر الريسبيت الناس يجب أن يكون يحترم بعضها كان مقولة شاغيرا تقول لك إن الشيء بلا وقار إنسان الكبير يتقدر والمراض يتقدر والطفل والطفلة يتحمى والشاب يهيكل ويربى ويعد بشيكون راجل غدول المجتمع نسمعوا في واحدة الحي كون أعطاههم لي قاسة من بالله جوشوي كابا بنحطهم في ميكسور جايهم على بالكم عليها لا تصبوا المطرة نحاول حجاب وجو المتبرجات ونسيتوا الناوافل ما لا ربي عقب غير المسلمين شاريها لهم نحن المطرة المطرة والمطرة 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 هذه المتبرجات شوفوا قولوا ليقولوا للناس كونوا عندكم في استهلاك الماء او يدروا ضغط على الدولة باش الدولة توجد الموارد المائية للزراعة المستقبلية غير في الجزائر كما غيرها في العالم بكل انا عام جيس الفرنسا كل عام كان عندنا التلج ما شفتش التلج في باريس من 2012 مكاش باريس ما فيهاش تلج باريس لعملي فتشتا ماشي فيناش طيح شتا تصب بسين نرمال ما كانش البرد كانش البرد اذا كتاع باريس ما كانش الفكاير هادو ما كانش يجي واحد لانكم متبرجين لو لبسوا لهم سيدي القياطة نقاع ليشوف مو كليماتيك ما تصبش ما تصبش ما تصبش وعندكم بكل هادو اللي تقولوا احنا مسلمين بكل ضربكم الشيح منا لا للعراق ما هي الافكار اللي تغرسوا فيها هذه في رؤوس الناس لا عن الله ايمة المنابر دون استتناء تعرفوش يا دون استتناء نطلب انه يا ربي لعنهم دون استتناء دي زيس كرو بقر ولا امامة في الاسلام شي 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 لا لحبال باوي انا من ديرش طورا في الجزائر هالحكومة اللي ما وفرتش الماء وجايل ما جعل قمح رحي ولي ما كانش ووو ضح احين تموتوا بالشر طبقات المكرازية بانسير اللي قادر يشري الباقي طب خمسة وستهلاف ويشريها ماي الباقي يقولوا الحجر نجاوبكم على حضرين البيت بلان هادو ونفاهمكم من بون فا بورتو سيكوى البيت بلان دونك الافكار هادي تخلي الشعب ما يدافعش على نفسه اه صح البنات ما عادوش مدالين الحجاب وش من الحجاب اما عادو عمدكم رجال حجبوهم ادين ربيه الاخرين هادو الجنس التالت حجبوهم هادوك تاني كيما قالوا واحد واحد الابرق قالوا خفتوا نقول ربي هديهم يبتوا الحجاب ماذا الفكاير هادي تكسروا في ايدين الشباب وايدين الشعب الزطلاء والكاشيات مليحة اللي بارون تعالحوماي تشيبي ولكم متاهدروش عليها قاع الولادة يتموت بتشوتنا متاهدروش عليها قيمة البخص وجوه البخص ما لاكمش في منابر الرحمن لاكم في صوامع الشيطان لأن الله عز وجل بارئ منكم والإسلام بارئ منكم ومحمد بارئ منكم دعوش نقدر نقول لكم بام خلصنا من الباقان دوعدو أبدا نظن إلى بارولاسي حمد يا سعلي شوفوا الوضعية تتحمل انتفاضة عامة وشاملة انتفاضة جوع انتفاضة قفة لأن انتفاضة القفة لما تكون شاملة وعامة النظام هذا يرفع سلاح الجوع عنكم لأنه يخاف منها يخاف يخاف كون التطورة يعني الهبة هذه الشعبية الفوضوية بالصحة عامة ما يستجيب الهاش يخاف انها تتحيكل وهو ربما يخاف من حاجة واحدة يخاف من الهيكلة لا الهديف الديبوتاء ما تسميه الحراك جاب كلابو بكل يناديو ما كانش ممثلين ما لازمش ممثلين سيدشيان جيبوه بكل كيماراهم اللي قالوا هذا بكل حتى يتنحاوا قاع تنحنن هذا قال لي أنت عامل الدولة العميقة أجمعها لا تستطيع قولوا كلمة عامل أي ما تعدبنيش العملاء كنت نجندهم لأنك ليس عامل وشيان نجند غير في سكتور الفرماج و و و و أنا كابران بالفم والملأ